الأحديث الذي تدور بأنه سوف يكون من هناك من الصعب المكان أن يكون هناك إتمام للصفقة نعم الصفقة سوف تكون صعبة لأن هناك أتلاف حكومي لا يريد هذه الصفقة سموتريتش وبينكفير أعلنها بكل وضوح لن يكون هناك صفقة سوف يغادران هذه الحكومة الإسرائيلية ما يسعى له بين يمينتين هو حل وسط وهو أن يكون هناك صفقة ولكن تضمن العودة إلى الحرب ولا تتضمن إطلاق صلاة عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وبالتالي يتم العمل على إعداد مفاوضات تؤدي في نهاية المطاف إلى مجال لا يؤدي إلى أنهيار الحكومة الإسرائيلية الخيار الثاني عند نيتنياه هو أن يستغني عن الغلاة اليمين المتطرف داخل حكومته وبالتالي يتحالف مع عدد من الأحزاب الموجودة في المعارضة والذين بلا شك كلهم قالوا له لأن ذلك متاح وهم يوافقون على هذا الاتلاف إذا ما غادر أولئك المتطرفين وبالتالي يتم إتمام الصفقة الخيار الثالث هو أنه ربما حتى بن يمين يتنياه نفسه لا يريد الصفقة وهو بطبيعة الحال يستغل أصوات اليمين وكأنه يريد أن يلعب دور بأنه الرجل الوسطي والرجل المعتدل ولكنه في نهاية المطاف لا يريد لهذه الصفقة أن تتم هل هذا له علاقة بالضربات؟ هل هذا له علاقة بإيران؟ هل هذا له علاقة بحزب الله؟ هنا في المنطقة الشمالية على سبيل في حيفا هناك اليوم بضعة مسيرات ضربات من هنا تحذيرات من هناك ليلة أمس كان الوضع صعب هذا هو حالة استمرار عدم الاستقرار الأمني وأيضا عدم استقرار السياسي لأنه طالما هناك حالة استنفار طالما هناك تصريحات سياسية متناقضة في كيفية التعامل مع هذه الأزمة الأمنية في هذه الأثناء أسألك أكثر عن حالة الترقب خاصة أن صواريخ حزب الله بالأمس وصلت إلى عمق جديدة في الدخل الإسرائيلي هذه الصواريخ وهذه المسيرات أيضا بدأت تتساع ليس فقط من ناحية الجغرافية والمسافات ولكن في النوعية هذا الذي بات واضحا عند الجانب الإسرائيلي بأن هناك نوعيات جديدة دخلت على الخط التي لم تكن تستخدم منذ قبل نعم هذه النوعية ليست قفزة نوعية في قدرتها على المناورة في المضادات ولكنها قادرة على الوصول أكثر كلما وصلت المسيرات إلى منطقة أبعد هذا يعني بأن التكنولوجيا فيها أحدث هذا لا ينعكس على الصواريخ الصواريخ موضوع ثاني لأن الصواريخ يمكن عدم إسقاطها إذا ما كانت سوف تقع في مناطق مفتوحة بينما المسيرات بغض النظر مجرد أن تدخل الأجواء الإسرائيلية يجب أن يتم إسقاطها وإذا ما استطاعت المسيرات الوصول إلى مناطق متقدمة هذا سوف يعطي إذاناً للجانب الإسرائيلي بأن هناك مشكلة اليوم فهمنا أيضاً أن الجانب الإسرائيلي بدأ أيضاً يطلق مسيرات استياضية يعني هو ليس فقط يصطاد بالمضادات الأرضية ولكن يطلق مسيرات في الأجواء تحديداً في الحدود وأيضاً داخل الأجواء اللبنانية وذلك لمحاولة استياض هذه المسيرات وكأننا في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية نشاهد حرب مسيرات أكثر مما نشاهد حرب صواريخ الحرب الصواريخ لا تؤتي أكلها لا مع الجانب الإسرائيلي ولا مع الجانب اللبناني إلا فكان الخطأ معحلياً كما حدف أو كما ادعى الجانب الإسرائيلي بأن هذا الذي حدف في نهارية عندما قال بأن صاروخ اعتراضي هو الذي سقط اليوم على سبيل فهل كان هناك تقديل مطول في التلفزة الإسرائيلية حول منتج سياحي مدمر تماماً في منطقة الجليل الأعلى مسابح وإلى آخره وأحد المقولات التي قيلت بأن كان هناك أيضاً صاروخ اعتراضي هو الذي قام بتحطيم هذا المكان لربما صواريخ حزب الله اللافت الآن بكل هذا الذي يجري بأن الجانب الإيراني وهذه الرسالة وصلت إلى إسرائيل بأن الرد الإيراني لا علاقة له في التفاوض بمعنى أن الجانب الإسرائيلي سمع هذه الرسالة بشكل واضح بأنه حتى لو تم الصبر لغاية الخامس عشر من أغسطس وهذا لا يعني أنه إعلان الإتفاق سوف يكون في خمسة عشر أغسطس الذي سوف يحدث تقنياً بأن الوفد الإسرائيلي يذهب إلى التفاوض في الخامس عشر من هذا الشهر يعود إلى إسرائيل يجتمع الكابنت ويصوت عليه وبالتالي هذا يمكن أيضاً أن يصغرق يومين إلى ثلاثة أيام أي ليس قبل الثامن عشر من هذا الشهر يمكن إذا ما كان هناك تفاوض مفرط الإعلان عن صفقة هل إيران سوف تصبر لغاية هذا الوقت؟ إيران قالت لا علاقة بين الرد على إسماعيل هنية واغتياله في طهران مع المفاوضات التي تجري في موضوع وقت اطلاق النار حل في الجبهة اللبنانية رغم أنهم دائماً كانوا يقولون بأن الجبهة أو قوة الإسناد كما يسمونها هي مرتبطة بقطاع غزة ولكن السؤال الذي لم يجاب عليه من حزب الله بشكل واضح هو إذا كان هناك وقف اطلاق النار هل سوف يتم الرد على إغتيال شكر أم أن هذا لا علاقة له بعض المصادر تقول نعم بعض المصادر تقول لا عدم وجود أي إجابات شافية هو الذي يزيد من الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي على الرجال السياسة في إسرائيل الذين يتخبطون والأهم من ذلك على الجيش الذي يعيش في حالة الاستنفار العام وهو ينتظر ولا يعلم إلى متى